اشتركوا في القناة لا يمكن فهم تطور المعتقد عند الإنسان بدون فهم المعتقدات الفيدية ويعتبر أقدم كتاب مقدس عرفه الإنسان إلى يومنا هذا هو كتاب الفيدا أكيد يمكن أن تبحثوا عن كتاب الفيدا وهو كتاب ظهر منذ القديم جدا أول ما ظهرت الكتابة عند الإنسان وقد اختلف العلماء مدة كتابته بعضهم يقول دام ألف سنة بعضهم يقول ثلاثالاف سنة بعضهم يقول خمسالاف سنة بعضهم يقول لك ما نعرش وقتاش دات الكتابة منتع الفيدا ووقتاش انتهت هو كتاب الفيدا اليوم يعتبر الكتاب المقدس للهندوقية ويعتبر عبارة على إنجيل البراهما البراهما تقول عليهم من بعد الديانة البرهامية كيفية ظهرت وكيفية أدت إلى ظهور ما يسمى الهندوقية هذا الكتاب يعني مؤلف من 800 مجلد تقريبا وينقسم إلى أربعة أقسام ما يسمى الريجا فيدا الساما فيدا الباجورا فيدا الأثرة فيدا أنا مانيش بش ندخل في التفاصيل في هذه الفيديو حول الفيدية وإنما بعد هذا الفيديو بش نعمل فيديو خاص بالفيديو كمعتقد وإنما هنا أردت أن أذكر بعض النقط المهمة التي يجب أن أذكرها لكي تنجموا تفهموا من بعد طبعا أنا الديانة هذه مثلا اللي ظهرت ما يسمى بالبيدية والهندوقية وغيرها مانيش بش ندخل فيها بالتفاصيل وإنما أعطي ما يسمى رؤوس الأقلام واللي يحب يزيد يبحث عنده الأنترنت وعنده الكتب وعنده خاصة خاصة ما يسمى بالبحوث الجامعية أنا ياسر أعتمد على البحوث الجامعية لأن البحوث الجامعية لا تصل للقاري بسهولة وهي صعبة الكتابة وصعبة الفهم يعني أي فكرة أو بحث دائما يظهر في الجامعات ثم بعد سنوات عديدة يظهر في الكتب ويظهر في الدراسات والمجلات يعني هناك دائما فارق زمن من بين ظهور المعلومة الجديدة ومن بين وصولها للإنسان الباحث أما بالنسبة للإنسان العامي كان ما يمشيش يبحث بوحده على المعلومة لا عمرها ما تصل لأن كما قلت لكم وسائل الإعلام ودول وغيرها ما يساعدهاش الشعب وشعوبها تفهم وتعرف لأن تولي تنافسها في المعرفة وتولي طالبها بحقوق ياسر وهذا ما يساعدش ما يسمى بالسلطة الحاكمة أو ما يسمى ببعض الطبقات في المجتمع هذاك علاش اللي ما يمشيش يبحث وحده راهو ما تصلوش المعلومة إذن لو أنت تشوف حاجة تهمك امشي ابحث عليها وحدك توطلق المعلومة راهو ما ينجموش يخبيو العلم ولكن ينجمو ما يتكلموش عليه باش أنت ما تعرفوش المهم باش منطولوش ياسر هذي الفيديو باش نحاول نتكلم على فكرة مهمة اللي هي ما يسمى بالبدأ أكيد كثير يعرف ما معنى البدأ وكثير ما يعرفش شنوه البدأ المهم احنا قبل ما نحكيه على البدأ حبيت نقول بعض المعلومات اللي تعتبر بالنسبة لي مهمة إذن حبيت نقول اللي ما يفهمش أو اللي ما يطلعش على المعتقدات الفيدية لا يمكن أن يفهم تطور المعتقد لأن من خلالها يمكن أن نفهم كثير من الأمور وكما تقول الفيدة نفسها أو بالأخصة الغنوصية من خلال الملموس يمكن أن نفهم الغير ملموس إذن من خلال هذه الكتب يمكن أن نفهم كيف تطور المعتقد عند الإنسان قبل الكتابة كما قلت لكم قبل هذه الكتب ما عنا حتى معلومة كيف تطور المعتقد شفاهيا ولكن وقتنا نعرف أن هذه الكتب كتبت على آلاف السنين ومن طرف أشخاص كثيرين نفهم اللي التطور المعتقد الكلامي كان بنفس الطريقة لأن هناك قواعد تتواصل دائما عند الإنسان الكثير يتصور أو حتى المؤرخين يقولون أن التاريخ يبدأ ببداية الكتابة أنا لا أفهم لماذا قالوا هذا الكلام وعلى أي أساس أعتبره الإنسان قبل الكتابة جاهل ودي ما يقول لك قبل الكتابة كان الإنسان يعني مش متطور كان الإنسان متخلف وغيرها من الأمور وهذا غير صحيح خاصة اليوم بتطور العلم والبحث العلمي اكتشفوا أن قبل الكتابة هناك حضارات صحيح معناش أدلة لأن العلم يعتمد على الأدلة الملموسة معناش أدلة على وجودها ولكن وجود الكتابة بحد ذاتها ووجود هذا الزخم الكبير من المعرفة في الكتابة الأولى يدل على أن الإنسان قبل الكتابة لم يكن جاهلا كما كنا نتوقع وإنما كانت له حضارات كلامية كبيرة جدا أدت إلى ظهور الكتابة طبعا كما قلت لكم هذه الحضارات معناش أدلة ملموسة عليها بش نقول إنها توجدت ولكن الفيدا والغنوصية تقول إن كل شيء مسجل في الكون وكل شيء صادر من الإنسان أو يفعله الإنسان مسجل في الإنسان نفسه يعني حتى الإنسان يموت وقت يكون عند أولاد الأولاد الذي بعده يكون هذا الموروط الكلامي موجود في اللاشعوره ما يسمى الوعي واللاوعي وكل ما هو موجود الآن هو يحمل تسجيل أزلي لما هو الكون بحد ذاته ولكن كما قلت لكم مسجل في اللاوعي طبعا هذه الأمور نزيد ونفصلوها في الفيديوهات القادمة لأنها راه المعلومات ياسر 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 وأنا نحاول بش كل مرة نخرج معلومة وانتوما تنجموا تربطوا وتتبعوا الفيديوهات الكل حتى راهوا كما تفهموش حاجة راهوا مع الوقت تو تفهموش شوية بشوية لأني أنا وقتا نتكلم ما نيش نتكلم يعني كمحاضر ولا بش نعتيكم معلومات علمية واحد زائد واحد يساويت مين أنا نحاول نتكلم مع ما يسمى اللاوعي الإنساني اللي في داخله بش يفكر لأن الإنسانية مع الأسف منذ آلاف السنين بتعدد على ما يسمى بالحس الداخلي والآن هي ماشية وتبعد أكثر وأكثر وهذا خطر على الإنسان لأن الإنسان ولا إنسان بالوعي والضمير والإنسانية كما قلت في الفيديو السابق يجب كثير من التركيز فيما أقول فالموضوع صعب مستصعب فوغلوا فيه برفق قولة غنوصية منسوبة لعلي للعلم كثير من أقوال علي لم يقلها أصلا وإنما نسبت إليه في عهد الدولة العباسية المهم مع التركيز يجب التفكير الحسي لأن ما سوف أقوله وما قلته ليس لا وحي ولا بطيخ صحيح كثير من الملحدين سوف يقولون لي أي تفكير حسي وأي خرافات تحكي فيهم نحن ناس منطقيين ونؤمن كان بالعقل وبالملموس وما حشتناش بالمحسوس والتخيلات أنا نقول لهم حتى أنا ملحد كيفي كيفكم لكن أنا أؤمن بالكيان الحسي الإنساني أنتوما متحبوش تؤمنوا هذه كأموركم أمور خاصة بكم أنتوما ولكن أنا شخصيا أؤمن بالحس الإنساني وأعتبر هذا ما يسمى بالمعتقدات بصفة عامة ضمن الذاكرة الإنسانية التي هي منقوشة في لا وعي متاعنا والتي غطاها غبار الأديان والخرافات والأساطير والأفكار السبيانية من أجل هدف واحد وهو خلق الطبقية وحكم الإنسان على الإنسان بالنسبة لي أنا الأفكار ليس ملك شخص الأفكار هي ملك الكون كله لأن الفكرة وتجيئة عند الإنسان ما جاتش من فراغ فهي تمر عبر أجيال وأجيال وأجيال لكي يظهرها إنسان بالنطق أو بالكتابة ثم ينسبها إليها في الحقيقة هي منسوبة للإنسانية كلها هذه معناتها نقطة مهمة إذن المعتقدات البيضية كما تشاهدون في هذا الفيديو حتي تركهم فيديو بشتشوفوا كيف انتشرت الأديان وهذا تفسير علمي مش أنا جايبه من رأسي يعني وقت يجيوا يدرسوا المعتقدات والأديان طبعا ينطلقوا من منطقة واد السند طبعا ما يتكلموش قبل ما يسمى واد السند لأن كما قلت لكم عرفت حضارات كلامية والتاريخ يبدأ عند الإنسان في اليوم الحاضر من الكتابة وكما قلت لكم لا أدري الأسباب ولكن أظن أن أسلوب المعرفة والعلم الآن يعتمد إلا على الدليل المادي يعني لا يؤكد إلا عندما يوجد دليل المادي يمكن في المستقبل عندما العلم يتطور ويمكن أن يلتقط ما قاله الإنسان قبل الكتابة هناك سوف تتغير كل المعطيات يمكن بعد 100 سنة 50 سنة 10 سنوات ما نعرفوش الإنسان يخترع آلة تنجم تلتقط لكلام قبل 10 ألف سنة أو 20 ألف سنة أو 40 ألف سنة وهناك يعرفوا اللي قبل الكتابة فم حضارات كلامية أما إلى هذه الساعة لم يصلوا إلى خلق هذه الآلة لالتقاط الصور أو الكلاب قبل ظهور الكتابة إذن أحنا نتكلم على حسب العصر متاعنا وكما قلت لكم كل حقيقة مربوطة بالعصر متاحا يعني كل اللي يقولوه اليوم يمكن في المستقبل يصبح مجرد خرافات لو لا يثبته العلم المهم تشوفوا كيفاش انتشرت المعتقدات من وادي السن نواحي الهند وباكستان وإيران الآن ومنها انبثقت كل معتقدات العالم هي نقطة الانطلاقة بعد أن جمعت في هذه المنطقة كل المعتقدات الإنسانية وصلت إلى ذروتها في هذه المنطقة طبعا الكلامية نتيجة يا إما حضارة أخرى أصيبت بكارثة أو غرق أو أي شيء آخر المهم أحنا عندنا المنطقة واتسن منها انطلقت المعتقدات الموجودة حاليا يعني تلك المنطقة كانت هي مركز العالم بعد أن تمركزت في منطقة واتسن وأعطت للمعتقدات الفيدية التي هي ليس ملك منطقة أو شعب وإنما ملك كل الإنسانية وهذا ما تؤكد عليه الفيدية نفسها حيث لم تدعي ولن تدعي في يوم من الأيام إن المعرفة العقائدية ملكها أو نسبتها إليها رغم إن الكل أخذ منها ونسبها لنفسه ولشعبه ولمنطقته ولم يذكرها عمدا لكي لا نعلم سرقتهم لهذه الأفكار وقالوا إنها وحي أو مخلوقات فضائية أو أي شيء آخر لكي لا يعرفون مصدر معرفتهم ورغم إن الفيدية حداتها لم تعتبر ذلك سرقة لأنها تعتبر المعرفة العقائدية هي حق لكل إنسان وملك للبشرية كلها ولكن اللوم التي تلومه هو أنهم حرفوها واستغلوها لمصالح شخصية وعرقية ولم يحافظوا على نقائها وأولهم الفيديين نفسهم لبراهما وهي مقدمة الهندوكية الذي سوف نتكلم عنهم له الوحيد الذي حافظ على نقاء المعتقدات الفيدية هم الغنوصيين وهي الغنوصية بل يمكن أن نقول إن المعتقدات الفيدية لم تعد موجودة اليوم بل عندنا ديانة فيدية وهي لا علاقناها بالمعتقدات الفيدية موجود توا في الهند ديانة اسمها الديانة الفيدية وهذه الديانة بحد ذاتها تحولت إلى دين وتقاليد وعادات أما المعتقدات الفيدية فهي النجم نقوله تلاشت وأصبحت في الغنوصية إذن يمكن أن نقول إن أول من خان أو حرف منهج المعتقدات الفيدية هم كهدت المعتقدات الفيدية أنفسهم عندما كتبوا الكتب الأربعة باللغة السنسكريتية وحولوا المعتقدات إلى دين وكتب مقدسة اليوم عندنا الديانة الفيدية هي عبارة على تقوص وعادات وتقاريد فارغة المحتوى تكرر دون فهم حقيقي بينما الغنوصية الآن وحدها المحافظة على الأسلوب الشفاهي على طريقة النقل الكلامي وهي وحدها اليوم تمثل المعتقدات الفيدية طبعا لا أتكلم عن الغنوصية المسيحية أو الغنوصية اليهودية أو غيرها من الغنوصيات أو ما نجده في الكتب على الأنترنت طبعا هذه غنوصية نجم نقوله وإحنا ليس لها أي قيمة كل ذلك هو أفكار من أفكار الغنوصية ولكن ليس عين الغنوصية الغنوصية تجدها عندما نطلق عليهم الأقطاب أو المعلم أي لا يمكن أن تتعلم الغنوصية إلا من معلم لأنها كلامية مئة في المئة وتمنع منعا كليا الكتابة إلى اليوم وتعتبر على حسب المفهوم الديني محرمة في المعتقدات امتاحهم لأن كما قل إن بالنسبة لهم الكتابة تقيد المعرفة ولا تسمح لها بالتطور والغنوصية أو المعتقدات الفيدية الأولى تعتمد على فكرة تطور المعرفة الحسية وكما تقول قولة معروفة خيركم من جمع عقول الناس في عقله وهذه قولة غنوصية أيضا منسوبة إلى علي حيث يقول أعقل الناس من جمع عقول الناس في عقله وهي سرقة شيعية للأفكار الغنوصية في فترة الخلافة العباسية والسرقات التي وقعت في عهد الدولة العباسية لا تعد ولا تحصر وخاصة في المذهب الشيعي بحد ذاته فهو نعرف مذهب فارسي بامتياز من أول بداية الإسلام وسوف نتكلم عن ذلك لاحقا خلينا نتكلم على الديدة إذن الديدة هي من اللغة السنسكريتية ومعناها القانون، العلم، المعرفة، الحقيقة، طريقة الحياة وهي نفس المعنى الموجودة في اليونانية لكلمة الغنوصية حيث يسميونها المعرفة، الحقيقة، العرفان حتى فما شكول يسميها الفلسفة يعني من المعتقدات الفيدية لم تخرج الأديان فقط وإنما خرجت حتى الفلسفة كل ما هو غير خاضع للعلم والتجربة يعني كل ما يخص التفكير هذه هي معنى الفيدة باللغة السنسكريتية طبعا أنا سوف لا أدخل في تفاصيل المعتقدات الفيدية ولدينا الفيدية المعروفة اليوم في الهند كيف أقول ذلكم؟ وإنما أعطي فكرة لمن يريد أن يبحث وأوضح الخريطة لمن يريد أن يتابع الأمر لأن الذي يهمنا هنا هو الشرق الأوسط الذي سرق كل شيء من حضارة وادي السنسك التي سبقتها وجعل من الشرق الأوسط مركز الأديان رغم أن عمره ما كان هو مركز الأديان والمعتقدات وحيث أنكر فضل وادي السنسك التي كانت وتعتبر إلى يومنا هذا مركز المعتقدات البشرية ولا يمكن اليوم أن ينكر ذلك باحث ولا عالم اليوم الكذبة انكشفت اليوم بفضل العلم والمعرفة والبحوث والأثار المتروكة ما عادش نجم نخبيه هذه الحقيقة معروفة أصبح ولكن طبعا كما قلت لكم لا الإعلام ولا المثقفين ولا رجال السياسة يتكلموا في هذا الموضوع لأن ليس في مصلحتهم تصحيح الكذبة التي يقوم عليها النظام العالمي كل اليوم ونعرفوا كيف سرقوا ما يسمى بالمعتقدات الفيديية استعملوها من أجل استعباد الإنسان والسيطرة على الإنسان وخلق طبقات ونعرفوا لماذا الإنسان قام بذلك المهم منذ آلاف السنين وهما عايشين في كذبة وقامت إمبراطوريات قدش من إمبراطورية قامت على الكذب أو هذا يجي يقول لك رسول أو هذا يجي يقول لك منعرش مخلوقات فبائية أو هذا يجي يقول لك منعرش فلان الفلاني وحاولوا بش يبهروا الإنسان العادي ويظهروا رواحهم اللي هما خير منه واللي هو لزهم يقودوه وقداش من الإنسان مات وضحى بروحه من أجل معنات أكاذيب ليس لها أي قيمة رغم أن من حق أي إنسان أن يعيش وأن يعرف الحقيقة وأن يعيش حقيقته الخاصة به هذا هو الهدف متاع المعتقدات الفيديية وهذا هو الهدف متاع المعتقدات أو ما يسمى بالغنوصية يعني الإنسان يجد طريقه في الحياة الخاص به وهذا شنوه بش نحاوله نعرفه أكثر وأكثر بش الإنسان توا في الوقت الحاضر كان بش تتعمل على السيستام أو ما يسمى بالجهاز سوى السياسي سوى الاقتصادي سوى الثقافي بش يعرفك حاجة راهو ماهوش بش يعرفك حد شي لأن كل الإيديولوجيات الموجودة الآن هي قايمة على الفكرة الأولى للمعتقد الفيدي وخرجته تشعبت وستعملوها وجهلوا ناس وملكوها علماء أو ما يسمى بالكهنة سوى في الديانات الإبراهيمية أو في الديانات الأخرى بش يبقى الإنسان ديما عايش تحت رحمتهم ولكن هذا الأمر لا يمكن أن يتواصل ولا يمكن أن يدوم الإنسان وصل إلى درجة من الوعي أنه يتحرر من كل هذه الأمور ولا يمكن أن يتحرر من هذه الأمور لما يغزر النفسه أولا ويفهب نفسه أولا ويحاول بش يكون مستقل أكثر شي ممكن من كل هذه الأجهزة ويكون إنسان قائم بذاته لأنه هو وجوده في هذه الدنيا بش يعيش مش بش يكون طبع لأي واحد أو بش يكون تحت رحمة أي واحد أو عبودية أي إنسان مهما كان هذاك علاش أنا ديما نقول حتى حد ما رب حد كل واحد رب نفسه المهم في آخر هذه الفيديو سوف أقص عليكم قصة شفاهية وعدتكم بها وكتبتها على فيسبوك حول قصة آدم وحوة في المعتقدات القديمة وأختم هذه الفيديو لكي نواصل في الفيديوهات القادمة التسلسل لظهور الأديان ونعمل فيديو لكل الدين ظهر من المعتقدات الفيديية إذن هذه القصة تخص آدم وحوة في المعتقدات الفيديية القديمة أو الغنوصية صفة عامة طبعا القصة تعقاد محوة لا وجودة لها أصلاً في المعتقدات الفيديية أو في الغنوصية وإنما توجد فكرة مشابهة لها نوعاً ما وهي ما يسمى السلبي والإيجابي والسفر للعلم أن المعتقد الشائع خاصة عند المسلمين أنهم هما اللي اكتشفوا السفر أو أن العرب هما اكتشفوا السفر هذه أكبر كذبة موجودة العرب لم يكتشفوا السفر وإنما أول من اكتشف السفر هي المعتقدات الفيديية وهذا ثابت علمياً إذن هذه كذبة من الأكاذيب والأكاذيب مع الأسف كثيرة ولكن هناك قصص شفاهية تتكلم على ما يسمى السلبي والإيجابي والسفر بشكل قريب جداً من قصة آدم وحوة أما قصة آدم وحوة كما نلقاها في الأديان الإبراهيمية تسبقها أيضاً عدة قصص منتع آدم وحوة في معتقدات قبل المعتقدات الإبراهيمية في الشرق الأوسط يعني يمكن أن نقول أن قصة آدم وحوة لموجودة في الديانة الإبراهيمية نتيجة تطور لقصص أخرى سبقتها طبعاً اذكرت لكم في الفيديوهات السابقة القصة السومارية التي تتكلم حول مخلوقات فضائية وعندها أخذت ما يسمى إنسان غير عاقل الذي هو يشبه الحيوان مع إمرأة غير عاقلة التي تشبه الحيوان وعملوا عليهم تجارب حتى أظهروا ما يسمى الإنسان الأول في جنوب إفريقيا هذه المعتقدات القديمة السومارية نجم نقوله من أقدم المعتقدات اللي موجودة في الشرق الأوسط والتي طبعاً جاءت من منطقة واد السند حسب ما أتوقع ذلك هناك قصة أخرى تعتبر أقدم من الديانة الإبراهيمية وهي تم اكتشافها يعني ما عندها شياسر يعني في القرن الفارق من طرف زوز علماء هولنديين اكتشفوا لوحات تحكي قصة آدم وحوة ليس لها علاقة أصلاً بما هو موجود في الديانات الإبراهيمية ولكن تقربلها نوعاً ما هذه اللوحات يعود تاريخهم إلى تقريباً 1300 سنة قبل الميلاد والتي تحكي على أن هناك مزرعة كبيرة لأشجار العنب لإله الخير وإله الشر وكانوا يخدموا في المزرعة هذه يعني كانوا هما المسيطرين على المزرعة هذه أو الحقل هذا يا أخي في نهار من نهارات إله الخير تعارك مع إله الشر فطرد إله الشر من المزرعة وقالوا خرج عليها امشي عليها ما قالوش بالضبط يعني القصة خطر لم تترجم كلها هناك كتابات يعني هذه الاكتشاف تم في منطقة تقريباً شمال سوريا جنوب تركيا ترجموا بعض الأجزاء منه ولم يترجموه كاملاً وعندما تردوا قام إله الشر بتسميم كل حقول الكرم يعني العنب وخاصة شجرة يطلق عليها شجرة الحياة فأحد الآلهة أو إله الخير أرسل آدم لكي يحارب إله الشر فإله الشر تحول إلى ثعبان وسمم آدم فأصبح آدم ما عادش خالق يعني أصبح يموت فإله الشمس يعني سخفه قصة آدم اللي يولى مع أنت بش يموت يا أخي هداله مرأة فهمت؟ والمرأة هذه هي حوة بش ينجب منها أولاد بش ينجموا يخلدوا بعدوا هذه قصة من القصص هناك قصص كثيرة أنا ما نجمش نذكرها من كل خطر راحنا بيتهمنا القصة اللي نحب نذكرها أنا فهم قصة أخرى نذكرها ميساليش وهي قصة تحكي على أن الإله هو عبارة على رب مزرعة ليس إله هو إنسان مجرد إنسان عنده مزرعة كبيرة جداً وكان يخدموا عنده ياسر خدامة وكان أكثر واحد مقرب ليه هو واحد اسمه الشيطان أو إبليس هذا كان يعني اللي يثق فيه ويعطي فيه الثيقة حتى نهار من نهارات الرب هذا متاع الرب بمفهوم يعني مالك الحقل شايف زوجة آدم اللي هو زادة كان يخدم عنده فأعجب بها فارقد معاها وبقى يرقد معاها ديما وهكي كان بدا يرقي في آدم في المناصب حتى أصبح آدم مقرب لرب هذا الحقل يعني هذه مع أنتها القصة مع أنتها كان هذا رب الحقل يرقد له مع مرته وآدم كان يعني يترقى 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 ياخي حتى لين فات الشيطان مع أنتها في الترقية وأصبح عند رب هذا الحقل آدم مقرب ليه أكثر من الشيطان فغار الشيطان وما عجبتهش لحكاية وكان يعرف بالخيانة متاع رب الحقل لآدم ياخي مشى الحوى وهددها ياخي حوى مشى قالت للرب الحقل قتله راهو هددني وراهي مش توقع مشاكل وكذا وكذا ياخي قام هذا رب الحقل وطرد الشيطان وقتا طرد الشيطان الشيطان مشى وعاود رجع في صورة أخرى وحكاة لآدم القصة قالوا راهي مرتك تخون فيك مع رب الحقل فتغشش آدم وطلع له الدم طبعا الغيرة بتاع الشرق وفكر الرجولي فرب الحقل نرفز عليهم وطردهم الكل من الحقل متاعه هذه مع أنتها قصة من القصص وطبعا القصص كثيرة نلقاوها يعني في الكتب أو غيرها أو بين السطور لقصة آدم وحوى مثل القصة اللي موجودة في أسطورة جل جامش اللي هي تقرب شوية من فكرة آدم وحوى أما أحنا اللي همنا هوني هي القصة اللي حكيها لي أحد الأشخاص ونحب نحكيها لكم كما هي هذه القصة هي نوعا ما خيالية ولكن اسمعوها لعل كما نقوله جيب لكم بعض الأفكار القصة هذه يعني حكيها لي واحد سنة 1984 كنت عمري تقريبا 18 سنة كنت في زيارة إلى مدينة مشهد اللي هي بحض الحدود الأفغانية وكنت في سحن ما يسمى مزار أحد أئمة الشيعة الثامن اسمه إمام الرضاء وهناك تعرفت على شخص ما عرفتش أصله منين يعني حتى لتوا ما نعرفش أصله منين المهم هذا الشخص تعرفت عليه في السحن وبقينا نحكيه شوية وطلع يتكلم مع أنت العربية بالجداء 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 ويتكلم الفارسية ويتكلم الأردو ويتكلم عدة لهجات أخرى لكن لا يعرف لا يقرأ لا يكتب هذا الشخص كان يخدم مهرب يهرب الأشخاص من إيران إلى أفغانستان من أفغانستان إلى باكستان من باكستان إلى الهند حسب قوله هو لم يغادر هذه المنطقة طيلة حياته كان عمره تقريبا فوق الخمسين سنان وهذا الشخص الغريب فيه أني كان عنده حكايات يعني ما تتصورهاش بالك كنت أنا مع أنت قعدت مع حدة أيام فقط يعني اللي تعلمت منه ما تنجموش تتصوروه رغم اللي كنت صغير أنا جدا ولكن كان هذا الشخص جدا مفيد تتصور يعني الليل كامل حتى للصباح نقعد نسمع فيه وهو يحكي لي القصص متاعه في الأول أنا نسخايبه شيعي سألته يعني كل شيء هو قال لي اللي هو شيعي لكن في الأخر اكتشفت اللي هو من الديانة البيدية وأنه في أي منطقة يمشي لها يعبد بالدين اللي هو فيه يعني عندما يمشي المنطقة سنية يولي سني يمشي المنطقة شيعية يولي شيعي يمشي المنطقة هندوكية يولي هندوكي في أي بلاسة يتعبت بالديانة اللي موجودة في تلك المنطقة هو قال لي معنتها مفهمة حتى معنتها داعي باش نقول لهم مش كونانة على خطر ما هم مش بش يفهموني وباش نعرف روحي للخطر طبعا أنا اسئلته يعني علاش تخدم الخدمة هذه هو قال لي يعني أن هذه الخدمة هي موروثة من أجداده وأنها يخدمها معنتها أنهم أجداد ويخدموها عدة قرون وأنها يعرف المنطقة هذي بالجداء بالجداء طبعا أنا قلت له معنتها هل عجبتك الخدمة ولا لماذا معنتها تخدم فيها قال لي أول شي أنا الخدمة هذه معنتها تعجبني لخطر تعلمت فيها يسر حاجات وعندي يعني رغبة فيها وخاصة خاصة أني نحس روحي في أمان هذه حاجة الأولى الحاجة الثانية قال لي الخدمة هذه ما فيهاش بطالة قلت له علاش ما فيهاش بطالة قال لي مدام الإنسان مفهمش اللي الأرض الكل هي للإنسان مدام فما حدود مدام مفهمش الإنسان اللي هذي الأرض متاعه واللي ينجي ما يعيش في أي بلاسة في العالم الخدمة هذه مش بشتوفة المهم قبل ما نحكي لكم القصة نسئلت له على سؤال ما أنتا ما نحبش ندخل في التفاصيل قلت له هل زرد مناطق أخرى هل زرد أوروبا هل زرد إفريقيا في الحقيقة وتذكرت له إفريقيا تفجع قال لي هذيك القارة بالنسبة لي جهنم قلت له علاش حكي لي قصة طويلة مش لازم نحكيها لكم هوني قال لي إفريقيا كانت فيها حضارة كبيرة جدا وهالحضارة هذي تقوم على أكل البشر والحضارة هذية انتشرت في كل العالم وكانت البلاسة اللي تمشي لها تهجم على الناس وعلى الأشخاص وتكلهم ولم يتم قهرها إلا في المنطقة هذيكة يعني في المنطقة الهند وباكستان ومنطقة الصين حيث تم قهرها وإرجاحها إلى إفريقيا ومنذ ذلك الوقت الإنسان في اللاشعور متاعه يعني الإنسان الغير أصمر في اللاشعور متاعه يعتبر ذلك الإنسان خطر عليه ويخاف منه يعتبره مع أنت الشر يعني هذا هو مع أنتش قالي طبعا دي مع أنتش أفكار قديمة يمكن تكون قصة حقيقية أنك كانت حضارة متاع الأفارقة وأنهم كانوا يأكلوا البشر ولكن أنا حسيت منه اللي هو الترعب مع أنتش من إفريقيا وكأن قتلوا جهنم قالي منذ ذلك الوقت الإنسانية قررت أن الشعب ذاك أو ما يسمى الجنس ذاك يجب قهره واستعباده لأنه لو يتركوه مع أنتشه الحرية سوف ينقلب عليهم طبعا هذه القصة نوعا ما نشوفها عنصرية ولكن يمكن مع أنتش في التاريخ وهو مع أنتش قالي أننا نكره الأسود مع أنت في الله شعوره متاعنا نتقزه منه على خطر ما زالت عنك الفكرة هذه في الله شعوره متاعنا اللي هو كلاه أجدادنا المهم نحكي لكم قصة آدم وحوى حسب ما حكيها لي هذا الشخص اللي اسمه جلجل كما قلت لكم ما عرفتش هو أصله منين قال لي هذا الشخص كان الرب هو يحكي عن الرب طبعا هو خطر يؤمن في قوة غير مرئية ليس لها اسم قل لي ما عرفتنا أو تنقول رب بش تفهمني أما في الحقيقة هو ما عندوش اسم وما عندوش وصف على حسب المعتقدات الفيدية قال لي هذا الرب الذي ليس له اسم ولا وصف كان يفكر 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 مدة من الزمن فطر هما يؤمنوا بالدورة يعني دورة تفكير ثم دورة إظهار ما يؤمنوش بالخلق ففي فترة من الفترات عندما انتهت الدورة كما دورة الثعبان الذي يعب ذيلة بدأت تظهر الأفكار اللي فكر فيها هما بالنسبة لهم دورة تفكير ثم دورة ظهور ثم دورة تفكير ثم دورة ظهور وهكذا من الأزل إلى الأزل على حسب المعتقدات الفيدية إذن هذا الرب الذي ليس له اسم وليس له وصف عندما انتهت دورة التفكير بدأ يظهر ما يفكر فعندما أظهر ما يفكر ظهر الشر مع التفكير اللي يفكره وعندما ظهر الشر أصبح الشر منتشر طريقة غريبة جدا في الكون وشاف اللي هو بيده كإله أصبح عنده مقابل ما يسمى إله الشر يتحكم في هذا الشر ما يسمى بالنقيضين المهم هو بشيحكي لي قصة آدم وحوى فقرر هذا الرب ما يسمى رب الخير أن يرسل من يحارب إله الشر طبعا مش مش يمشي هو يحارب لازم يرسل واحد آخر في بلاستو وهنا أظهر من ذاته من نفسه حوى يعني هنا الفكرة مختلفة مش حوى ظهرت من آدم وإنما حوى ظهرت من الحي الذي لا يموت من الأزل الذي لا يموت هما يقولون لك في الأديان السماوية الإبراهيمية سموها حوى لأنها خلقت من آدم اللي هو حي هو هوني لا يقول لك اللي حوى خلقت لم تخلق هي أصلا وإنما ظهرت من الإله اللي هما يسميوه إله الخير وعندما ظهرت ونظر إليها حبها يعني حب روحه يعني وقعت له نوع معناتها من الحب وعندما حبها حسب الرواية اللي هو حكيها لي قال لي قرر أنه يعلمها كيف تتغلب على الشر لكي يرسلها لمحاربة الشر وبعد لكمل علمها كل الأساليب لمحاربة الشر ونجم نقوله إحنا كل أنواع الدهاء وكل أنواع الخبث وتع الشر بقات فيه إنه يبعثها وحدها فقرر أن يرسل معاها واحد آخر يحميها ويدافع عليها وتكون هي الملكة متاعه طبعا لأنه حبها ولأنه هي منه التقى بها نجم نقوله التقاء جنسي وأنجب آدم على أساس بيش يكون الخادم متاحها وبيش يكون معناتها الإنسان اللي بيش يعاونها في محاربة الشر وتكون هي القايدة متاعه ولكن إله الشر الذي نسميه الشيطان علم بالموضوع فقرر أن يسرق آدم فمشالها بعد ولدت أو أخرجت أو أظهرت آدم مشالها وسرقه وربي المملكة الشر متاعه وقتها هي قامت وما لقاتوش يعني حزنت وبكات وجاهها رب الخير وقال لها ما تخافش أنا تورجحه لك آدم ولكن طبعا بقت فترة طويلة حتى كبر آدم وآدم وقتها سرقه إله الشر قال له أنا صنعتك أنا أخلقتك من تراب يعني شديدت تراب وصنعتك وانفخت فيك من روحي لكن بعد فترة إله الخير وجد آدم وخطفه وهربي للمملكة متاعه وحطه في الجنة وعلم حوة قال لها راني وقتها حكيت مع آدم وشفته لقيته أصبح ياسر شرير ونرجسي ويسخيب روحه هو الكل ومعنته عنده غرور ياسر يعني هذا مستحيل أنه يكون كما أردته أنا يكون في خدمتك بش يحميك ويكون تحت جندك وقتها شاف إله الخير وغرور آدم وتكبره وتجبره قال لها راه من المستحيل يكون خادم ليك ومستحيل أنه يكون تحت خدمتك لهذا لازمنا نحاوله بش نكتب عليه ونعمله معه الحيلة بش نستناه حتى يرقد ووقتها يرقد بش تجيء أنت وتعمل روحك ما تعرفوش بالكل فما تقول له حد شيء وخليني أنا نحكي معاه ونقول له راي هذي أنا خلقتها منك بش هو يثق فيك وبالفعل مشات حوى وعملت روحها ما في بالهاش وقعدت في الجنينة أو في الجنة اللي حط فيها آدم ووقتها جاء آدم قال لي إله الخير من هذه قال له هذه روح أنا خلقتها منك ياخي هو عجبته الفكرة فانها تخلقت منه ياخي مشالها وحوى هي شادة روحها ومتحبش الظهر على خطر هو يعتبر يعني ولدها لازمها ظهر اللي هي ما تعرفوش وبالفعل يعني نشحت الخطة وتقرب آدم من حوى فتعلق آدم بها ياسر ولا يحبها ويعزها ووقتها شاف شيطان يعني إنه آدم صدق إنه حوى منه اللي آدم ولا يحب حوى لأنه يحسبها منه يعني ولا يحترمها ويقدرها وكذا قال هذا بشي فسدني الخطة متاعي تو تتحسن العلاقة من بيناتهم وتتقوى وآدم يتبدل من بعد يرسلهم رب الخير لمحاربتي ويقضي علي كليا لأن حوى تعرف كل أسرار الشر وآدم يعني يعرفني مليح ويعرف نقط الضعف متاعي إذن تسلل إلى الجنة وذهب إلى آدم وقال له راهو الإله الآخر يكذب عليك راهو هذه ما خلقهاش منك راهو هذه خلقها من نفسه وقال له نص الحقيقة قال له راهي حوى ليس مخلوقة منك وإنما مخلوقة من الإله الآخر وانتي مخلوق مني لازم ما تخليهاش تسيطر عليك راهي جاسوسة من أجل أن تقضي عليك كليا يا أخي آدم في اللول مع أنتها صدق وتعامل مع حوى بداية مع أنتها يتبدل تعامل بتاعه مع حوى يا أخي إله الخير قرر بش يتردو من الجنة قالوا كان بش تقعد تتعامل معها بالطريقة هادية ما تقعدش معايا هوني في الجنة متاعي وبالفعل آدم فين مشاه؟ مشاه لمملكة ما يسمى إله أو رب الشر اللي هي الدنيا ولكن قبل ما يقوم بعملية الترد تفاهم مع حوى أنه في الحقيقة ما هوش بش يتردو على خاطر صدق كذبة الشيطان وإنما تردو بش يهزها معاه وغاديكا هي تواصل الخطة اللي تفقد فيها مع إله الخير وتعمل روحها ما في بالهاش وتخلي إله الشر ينتصر وفي الأخير هي تستطيع أن تسيطر على آدم أو على الرجل وتنقض البشرية وتنقض الإنسانية من الدمار متاع الشر وهكاكة تولي هي اللي تحكم في الكون لأنها هي صادرة عن إله الخير وهي تعطي الحياة وتعرف معنى الحياة خير من الراجل اللي هو في الحقيقة مولودها يعني منها وترجع الراجل للطريق متاعه الصحيح اللي هو طريق الخير ويعرف اللي هو ما هوش مخلوق من طراب وروحه مش روح الشر وإنما روح إله الخير يعني ابوه هو إله الخير وأمه هي حوى اللي ظهرت من إله الخير مخلوق من الإله إذن هو ليس كما يتصور شرير وإنما ذو طبيعة خيرية ولكن الشيطان هو اللي لعبله بمخه ومنذ ذلك الوقت على حسب هذه معنى الأسطورة أو القصة الغريبة ولكن جميلة وهي معنى فلسفة كاملة لا أريد أن أدخل في التفاصيل ولكن يمكن لكل إنسان أن يفهمها كما يريد على حسب وعيه طبعا القصة هي مجرد قصة ليس لها علاقة لا بالبيدة ولا بالغنوصية يعني هذه كهالي شخص كيفاش هو يشوف المثلة نعرف واحنا إن قصة الفيدا والبدأ والغنوصية تتكلم على السلبي والإيجابي مع أنت هي تتكلم على النفوس وتتكلم على إن السلبي والإيجابي ظهروا في نفس الوقت من العدم وهو عبارة على حوى هي الواحد السلبي وآدم هو الواحد الإيجابي وهذا سوف نعرفوه في الفيديو القادم عندما نتكلمه على المعتقدات الفيدية المهم منذ ذلك الوقت والرجل أو ما يسمى أولاد آدم يريدون أن يذلون المرأة لأنهم يعتقدون أنها جاسوسة وأنها تريد أن تدمرهم إذن كل الأنبياء ما يسمى أنبياء بني إسرائيل أو ما يسمى بالديانات الإبراهيمية الإله متاحهم هو إله الشر اللي هو الشيطان يعني يشوف القصة مع أن هما كيفش يغزروا لها يعني هما يغزروا اللي الديانات اللي ظهرت في الشرق الأوسط لكلها ديانات شيطانية طبعا هذا معناتها القصة شنو تحكي المهم بالنسبة للبدأ ما يكفي ناشي الفيديو خطر أصبح طويل مع الأسف يعني هذاك عليش أنا نتعد بش نعمل فيديو والكلام ياسر ولازمني نرجع لبعض النقاط بش النجم يفهم القصة بالضبط وبش النجم وتفهموها وطبعا كما قلت لكم مش مهم تفهمو ما تفهموش مش مهم المهم هذا يبقى في الذاكرة متاعكم ويساعد على تنشي المخم متاعكم بش تمشيوا في الخيال وتفكروا وراه هذه الكل ما تسمى إلا معانتها قصص فهمتها يعني مش مهم صحيحة ولا مش صحيحة الصحيح الوحيد هو ما أثبته العلم هذه القصص توضع تحت الاختبار حتى يثبت العلم صحة أو جانب منها أم لا طبعا هناك قصة أخرى لبداية خلق الإنسان نذكرها في الفيديو القادم هذه أحد الأشخاص هو يعتبر صوفي من جنوب المغرب فهي تعتبر أكثر نوعا ما واقعية وهي قصة صوفية غنوصية والغريب فيها أنها تحكي على حضارة السود الكبيرة الذي ظهرت في إفريقيا ولكن بطريقة أخرى نحكيها في الفيديو القادم ونحكيها على البدا بالتفاصيل يعني بالمفهوم الفيديو الغنوصي ما يسمى السفر والسلبي والإيجابي وصلنا لآخر الفيديو أرجو أن تكون عجبتكم هذه الفيديو أرجو أن تنشروا الفيديو على قدر المستطاع وحاولوا بش تفكروا راهم مش مهم القصص مش مهم الكلام مش مهم كل شيء المهم أنه الإنسان لازموا ديما يتعلم حاجات قد ما يتعلم وشوية وكان عندكم سؤال خاص يمكن أن تسألوه في التعليق وأنا أول ما أجد فرصة نجاوب عليه طبعا وطبعا أنا أعطيتكم الخطة بصفة عامة يمكن كان تحبوا فكرة تتعمقوا فيها تنجموا وتبحثوها خاصة الآن أنترنت مفتوح للجميع وبالسلامة ومع فيديو قادم اشتركوا في القناة